ربنا اخفى زمن مجيء لسببين السبب الاولاني لما تعرف وقت المجيء او حتى وقت ذهبك اليه لانت هتموت في جلدك قبليها السبب التاني علشان حياة النمو انك تنمو وتعمل في نمو في نمو ينبغي ان نعمل مدام نهار يعني مدام الرؤ في الجسد ينبغي ان نعمل مجيء ربنا قرب لو واحد من حضراتكم سأل لي سؤال قال لي طب ما منفترض ان مجيء المسيح سنة 3000 اقول لك ممكن بس ايه رأيك لو فضل في عمرك 3 دقايق يبقى انت هتستفيد ايه بالتلات تلاف اللي جاية يبقى فرصتك في التلات دقايق وهنا اسألك سؤال انا بقى انت هتسافر امتى ما هي انت هتسافر يا هو ايه ييجي انت هتسافر امتى هالحد فيكم عنده زمن اللي هيسافر فيه لا اذا اصهروا لا تعرفوا اليوم ولا الساعة وده اللي خلى الكنيسة تعلمنا كل يوم في صلاة النوم نقول الآن يا سيد تطلق نفس عبدك بسلام لان عيني قد ابصرت خلاصا طيب اول حاجة في تثبيت القلب لا يأن بعدكم على بعد ايها الاخوة ايه معنى كلمة لا يأن يأن يعني يتضايق يعني لا يطيق دايما الواحد لما يتعب من حاجة يعمل ايه يأن يا سلام في لندن مش طيق ابو الصلوف ولا شوف شكله انا لما بشوفه بيجين ارتكارية بيجيني تعد لا يأن بعدكم على بعد ايها الاخوة لقلا تدانوا ليه ايه اللي خلاك انت على اخوك ايه اللي خلاكي انت على اختك لانه غلط صح ولا لا انا مش ها ان على واحد ما بيغلطش طب لما هو يغلط وانا احتمل طب ما انا بغلط في ربنا كتير يبقى انا حميت نفسي من الدينونة احنا اللي هنختار الكيلة اللي هيكيل بيها ربنا لينا في السماء تقول الحمد لله اقولك بس مش هتختارها هناك تختارها من هنا من هنا اغفروا يغفر لكم اغفروا يعني انا لو قعد احسب الغلاطات اللي غلطتها وربنا محتماني لا تعد كلمة طهقت من حياتي خطيئة كلمة زهقت خطيئة كلمة هوف خطيئة كلمة اشتكل مين خطيئة انا مش بتكلم على الخطايا المعروفة انا بتكلم على الخطايا اللي انت ما بتفتكرهاش انها خطيئة من قاله لا اخي يا احمق كل كلمة بطالة عارف يعني ايه بطالة مش يعني اشتيمة يعني ملهاش نتيجة اللي تواحد سوف يدان عنها الانسان حتى الهزار كلمة بطالة لازم يكون لنا الكلام البناء لا يأن بعضكم بعضا ايها الاخوة لألا تدانوا هو زاديان واقف على الباب خلي بالك باب مين باب ضميرك شاطر داود لما اتقلبت الدنيا عليه واب شلوم طلع مع ستات ابوه زن فيهم وعايز يقتل ابوه تصور لما واحد يلاقي ابنه ضنا عايز يقتلو مش لاقي حد يشتكيله لما كان شاول ضده كان ممكن يشتكي لكن ابنه ضده لما روح اقول ابن بيعمل يقول ما انت اللي بيته انت اللي تحتمل انت اللي تشيل لقى مانفز واحد لقى شامع ابن جيرا بيشتموا واحد من اخوات يقاب قال له ايه قال اروح اجيب لك رقابته هو غلط يعني يعاني يعاني على قد شامع ابن جيرا دي ليه لان نهر الاردن مش كبير قوي صغير وهما في ضفة وهو في ضفة فافتكر لما يشتم في داود ويزر يزر الطراب ويضرب طوب ويشتم ويقول له يا رجل بلعد ما حدش هيقدر يوصل طب دول معهم سهام يعني لو واحد سحب السهم هيجي في قلبك نهر الاردن العرض بتاعه ما يجيش اتناشر متر زي ترعى الابراهمية يمكن ترعى الابراهمية بتاعتنا اخزر فواحد قال له لا انا مش هضربه بسهم انا هعد الميا واروح اجيب لك رقاب تواجي قال له اوعى سيبوا ربنا قال له سب داود ايه داود دا اصلي لما داي غلط فيي وسامحه انا غلط في ربنا كتير هيسمحني وهيرجعني ترجمة نانسي قنقر